في فاتحة عام جديد التحم الأبطال ليصنعوا لشعبهم فرحة جديدة ليتوجي التحام العمالقة بالجيش الوطني والمقاومة بفصل حاسم في معارك استكمال تحرير شبوة معارك تجل ثمرتها الأولى في أولى أيام العام 2022 حيث قدم الأبطال انتصارات عسيلان هدية لكل اليمنيين انتصارات تستمد أهميتها من موقعها في خارطة استعادة الدولة واستنقاذ جميع المواطنين ووفق عسكريين فإن البناء على الانتصارات المحققة واستمرار معارك التحرير نحو عمق البيضاء والإسهام في تخفيف الضغط الإيراني عن مأرب سيجعل من مثلث شبوة البيضاء مأرب مثلث برمودة الذي يبتلع ما أعدته إيران للانتقال نحو مرحلة ما بعد مأرب واليمن بعد أن مناها أيرلو بالنصر غير مدرك أن مأرب ستسقطه وتسقط مشروع الخميني الذي جاء هو وشهلاء وغيره من خبراء إيران لتنفيذه على جغرافيا اليمن والسعودية الفرحة اليمنية بما أنجزه الأبطال في شبوة لم يعكر صفها سوى محاولات البعض افتعال معارك جانبية تمزيقية تخدم ميليشيا إيران ومشروعها التمزيقي وفيما كان أبطال الجيش العمالقة الكبار يخوضون معركة المصير تحت علم اليمن الكبير هاتفين له بالروح والدم مترجمين الهتافات لبطولات وتضحيات كان بعض الصغار يحققون لإيران أهدافها عبر استهداف اليمن وعلمها الجامع للجميع وما بين بطولات الجيش والعمالقة وتصرفات التمزيق التي يقوم بها الصغار تخادما مع ميليشيا إيران يبقى المؤكد أنه لا خيار لليمن والجوار إلا خيار انتصار يؤكد المتقدمون فيه على جغرافيا المستقبل أنه لا مكان لمشاريع التمزيق الصغيرة التي ترى فيها إيران الخنجر الأنسب لتمزيق اليمن الكبير والمنطقة الأكبر